والآن وصلنا إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشاط السادسة تقدمها لنا ميرنا إيهاب إليك ميرنا شكرا لكم أميرة وريهام والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا أكدت إدارة البورصة المصرية للسلع أنه تم طرح خمسة ألاف طن سكر من قبل خمس شركات لإنتاج السكر الأبيض خلال عقد أول جلسة لتداول سلعة سكر كأحد أهم سلع الأساسية في منظومة سلة الغذائية للمواطن وتقدمت سبع شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لست شركات بإجمالية أربعة ألاف طن بمتوسط سعر 24 ألف وثلاثمائة جنيها للطن الواحد يأتي هذا الطرح بناء على توجهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وفي ضوء تكلفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل أليات البورصة المصرية للسلع أكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالية الاستثمارات التي ضختها دولة في محافظة القليبية خلال الفترة من يوليو من عام 2014 حتى شهر أغسطس الجاري بلغت حوالي 95 مليار جنيها وذلك في مجالات تنموية عدة وخلال جولة تفاقدية لعدد من المشروعات التنموية برفقة محافظة القليبية أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023-2024 بلغت حوالي 825 مليون جنيها أفدت هيئة المواني النيجيرية أن صدرات المنتجات غير النفطية شهدت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث قامت نيجيريا بتصدير 3.5 مليون طن من المنتجات غير النفطية خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو من عام 2023 وذكرت الهيئة أنها تسجل نموا في صدرات غير النفطية منذ عام 2019 والتي بدأت بـ 2.8 مليون طن وزادت خلال عام 2020 إلى 3.8 مليون طن وشهرة إلى نمو حجم الصدرات في عام 2021 إلى 3.79 مليون طن أعلنت شركة جازبروم الروسية إرسال 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يأتي ذلك بالخفاض طفيف من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها شركة إلى أوروبا قبل يوما عبر الأراضي الأوكرانية أعلنت المفاوضية الأوروبية أن منشآت تغزين الغاز في الاتحاد الأوروبي باتت منتلئة بنسبة تقدر بـ 90% قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر وأشرت المفاوضية الأوروبية إلى استعداد القارة بشكل جيد لفصل الشتاء المقبل في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاليته في مجال الطاقة وتقليل أعتماد دول الأعضاء بالتكتل على إمدادات الغاز الروسية ترجمة نانسي قنقر بايدن سيوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتنام خلال زيارة رسمية في منتصف شهر سبتمبر وقالت الصحيفة أن الاتفاقية ستتيح الفرصة لتعاون ثنائي جديد من شأنه تعزيز جهود فيتنام لتطوير قطاع التكنولوجيا لديها في مجالات تشمل إنتاج أشبه الموصلات والدكاء الاصطناعي اتهمت وزارة التجارة الأمريكية كل من الصين وألمانيا وكندا بسماح لشركات تعمل فيها بإغراق الولايات المتحدة بمنتقات تبيعها هذه الشركات بأسعار مخفضة بشكل مصطنع في انتهاك قواعد التجارة العادلة وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أن هذه الاتهمات هي ثمرة الاستنتاجات الأولية لتحقيق أجرته بشأن المنتجات المستوردة من ثماني دول مشيرة إلى أن نسبة إغراق المنتجات المعلبة أو المطلية بالكروم والمستوردة من الصين تزيد عن 122% بما يعني بيع الشركات الصينية المنتج نفسه في السوق الأمريكي بأقل من 122% في سعره في الصين أعلن برنامج الأغذية العالمية أن نحو 76.7 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائية في منطقة شرق أفريقيا منذ شهر يوليو الماضي وعلى رغم من تراجع هذا الرقم قليلا مقارنة بموسم الجفاف العام الماضي أشار برنامجه إلى أن العدد مزال مرتفعا مقارنة بعامي 2021 و2020 وحذرا من استمرار تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلية العالمية على نعدام الأمن الغذائية انتهت أخبار الاقتصاد والعودة إليكم ريهام وأميرة شكرا لكي ميرنا